طيب، أستاذ محمد صبحي، أستاذ محمد قصتك الحقيقة قصة ملهمة وقصة مهمة جداً ومختلفة حضرتك قدرت تحول ظروفك لطاقة نور وطاقة إبداعية وفكرية تقدر تساعد من خلالها يعني المئات من دول القدرات الخاصة وده من خلال بحث مهم جداً أنت قمت بيه ممكن تكلمنا عن بحثك؟ أشكرك جداً أنا محمد صبحي رئيس قسم زول إحتاجات الخاصة بمكتبة الإسكندرية أعمل في مجال التكنولوجيا المساعدة من أكثر من 17 سنة وأول معاق بصري يحصل على الماجستير من كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكان موضوع الماجستير يتعلق بتحويل النصوص العربية المصورة إلى نصوص يمكن قرائتها باستخدام أحدث التقنيات الزكال الاصطناعي وده هتأهل المعاقين بصرياً أنهم يقدروا يوصلوا للمعرفة بشكل أكثر سهولة وعندهم استقلالية مش هيحتاجوا لحد فبالتالي هيبقوا أكثر تفاعل وأكثر انتاجية في المجتمع حبيت أن أنا بعدما كان أثبت النتائج بتاعة البحث دقة عالية جداً أن أنا أحولها إلى تطبيق يمكن أن الناس تستخدموا فتوجهت تاعة لطول على الأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا لأشخاص زياء العاقة لكي لديهم حاضنات بتساهم المبتكرين في مجال التكنولوجيا المساعدة لكي تقدر تدعمهم بشكل كامل سواء دعم فني أو مادي أو معنوي بحيث أن هم يقدروا يشوف منتجهم النور حيث